اهلا طلابنا طلاب السادس العلمي الدورة الإلكترونية بالفصل الثالثة بحلقة رقم 11 حلقة دعش أخذنا بيها المخططات والقوانين والملاحظات لازم نحن نضبطين أمورنا بيهم حتى نجي نحل فيجل شلون رح نحل طريقة الحل خلنا قولكم بأنما هي جزء أول مرة تشوفوها ما موجودة ما مطلوقة تماما فلذلك راح نطلقها لأول مرة اللي هي شلون راح نحل مسائل الفصل الثالث كلها شلون ناخذ 10 درجات مسائل الفصل الثالث الشلون راح نطلقها لأول مرة الحل سؤال واحد ثلاث ساعة من تتدربون قومون تحلون وحتقومون تشوفون نفسكم وقته نفسكم يعني شوفون نفسكم السؤال ينحل عشر دقائق تمام فلذلك احنا عدنا مسائل التوالي والرنين والتوازل كلنا على نفس الطريقة ما الحل تمام يلا نبلش بالمثال الأول اللي وهذا مثال موجود بالكتاب واللي هو واجه وزاري تمام هم مغير فقط شنو أرقام ربطة ملث ربطة ملث ملث توالي صح من يقول لي ملف باعوا شنو هاي المخاطط اللي مسوي آني هنانا باعوا هنا رح نكتب المعلومات اتفقنا هنا شنكتب المعلومات هنا المطلوب إيجادة يعني المطاليب فوق شنكتب المعلومات المعلومات من مين نجيبين للسؤال بعد المطالبين مين نجيبين المخطط هنا رح نرسم المخطط وهنا رح نسوي المسودة المعلومات من السؤال المطالب من السؤال المخطط يحدد السؤال تمام المخطط شي حدده السؤال والمسودة هو احنا تعبنا وين رح يصير إذا خلصت المسودة على خير انتهت الفصل الثالث راضح؟ انتهى يعني عرفت شنو فكرة الفصل الثالث شلون تنحل أسئة الفصل الثالث تمام؟ ترى خبصينا بأسئة الفصل الثالث أسئة هنا رح نمرده تمام؟ يلا خلنشوف ربطة ملف ربطة شنو؟ ملف ربطة ملف من يقول لي كلمة ملف تنبيهات تنبيهات من يقول لي كلمة ملف شنو معنى؟ الربط اذا قل لي ملف الملف شنو معنى؟ الربط توالي صح؟ نعم والدائرة هي عبارة عن R و L من يقول لي ملف يعني توالي يعني شنو الربط؟ الربط توالي والدائرة عبارة عن R و L يعني فقط الرسم الفوق ماكو C معامل حثه الذاتي L معامل حثه الذاتي L شقيت جذر ثلاثة على باي ملي الملي شقيت عشرة والسالة بثلاثة ماعوف بادئة كلنا حولنا ارقام اتفقنا؟ ملي مايكرو نانو بي كو كيل وايشي بين قطبي مصدر للفولتية المتناوبة فرق الجهد له دائما فرق الجهد اللي يمطيه هو والتوتل ملي مايكرو هاي إلا إذا قال مثلا فرق الجهد عبر المقاومة يعني شنو هذا VR فرق الجهد عبر المحف VR فرق الجهد عبر المتسعة VC بس إذا قال بس فرق جهد توتل افتهمني؟ هذا عبر المقاومة وهنانا عبره المحف هنانا عبره المتسعة إذا ما ذكرشي توتل زين فكانت زاوية فرق الطور ستين درجة نعطيني الزاوية الفاي الزاوية إيش قد ستين درجة مو تقولوا لي نعطيني التان الفاي الزاوية وقل زاوية تمام؟ يلا بعد ومقدار التيار المنساف في الدهار رلاطيني التيار الآي 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 هو مساوي عشرة شنو؟ أمبير ما مقدار هذا شنو ما مقدار؟ المطاليب أولا مقاومة الملف الآي ثانيا تردد المصدر الآي أكوفة شيء اسمه تردد وقل شيء اسمه تردد الزاوية تعرفون؟ التردد يعني أف إذا قال تردد الزاوية آمية هذني يتعبن؟ فشي فكرنا ما شنو؟ لا مين جبناهن؟ من السؤال زين هسا راح نبلش بالمخطط المخطط من مين حددنا؟ من السؤال صح؟ إذا كان بالسؤال R L C ماشا أقول؟ العام صح؟ إذا بس R و L بس الفوق إذا بس R و C بس جول تمام؟ فهنانا المخطط ليحدده أبو السؤال مو بكيف نروح نرسم أي مخطط لا هو السؤال إش قال لي؟ أنا إش قلت لكم بالتنبيهات؟ قلت لكم من يقول ملف من يقول شنو؟ ملف معناه الربط توالي توالي والمخطط R و M مخطط شنو؟ R و L يلا هس المخطط شنو؟ R و L يلا تعالوا خلي نرسم المخطط الفوق هذا المخطط ما لاتنا بس الفوق هذا المثلث اللي ويمحور C not صح؟ الفوق X L جوا ماكو شي بالنص R الوتر Z هاية الزاوية الفوق ناقص الجو X L ناقص صفر ماكو شي صفر X L والتيار عفية ثابت المخطط يعني تعلمنا شكم قانون نستخرج له؟ ثلاثة من المخطط شكم قانون؟ ثلاثة الوتر تربيع Z تربيع يساوي الضلع الأول تربيع R تربيع زائد الضلع الثاني تربيع XL تربيع تمام؟ زيب بعد قانون الثاني هو قانون التان تاني الفاي اللي هو المقابل على المجاوة هذا وتر صح؟ اللي قابل الزاوية شنسمي؟ مقابل واللي جاورها؟ مجاور المقابل على المجاور XL على R بعد الباور فاكتر اللي هو كوساين الفاي اللي هو المجاور على الوتر مجاور R Z نحفظ نذني مين نجيبن؟ بس مجاور راد الرسامة؟ رحت كتبت القوانين أسأل ليه نانة أكو شي صعب؟ لا حسه نانة دماغكم طلعوه من رأسكم تعصروا بالمسودة تمام؟ صح لعبان نفس أصروا بالمسودة تمام؟ يلا تعفوها المسودة تخلوه رأسكم برأسه واضح؟ المسودة تخلوه رأسكم برأس المسودة واضح؟ يلا عندنا قدرة لا مفتاح إلا إلا نطل قدرة تمام؟ فس شنو؟ ما عندنا قدرة مفتاح الحل من هو؟ Z نستخرج إذا طلبه هل سوى مطالبة بس إحنا نستخرجه إذن أول ما أبدأ بالفصل الثالث أريد أحل أشوف الرابط شنوه؟ توالي توالي له توازي توالي 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 عندنا مفتاح اللي هو من هو؟ Z مفتاح الحل Z نستخرجه إذا طلبه شكم قانون يطلع Z ثلاثة صح؟ تعالوا هنا على صفحة Z من شكم قانون يطلع من ثلاث قوانين اثنين مو حفظ نجيبين من المخطط وبس واحد نحفوه دقيقة وحدة وحدة من اللي بي Z هنا؟ أول قانون وآخر قانون صح؟ يلا تعالوا قانون قانون Z تربيع يساوي R تربيع زائد XL تربيع ديها قانون بعد Z كوسين الفاي يساوي R على Z هذولي من جبتهم؟ مين؟ من الرسم صح؟ بقبس واحد اللي هو أوم اللي هو V total على I total والآي هو ثابت أصلاً يلا نجي نسقط قانون قانون باعوا Z غصباً على راسه يطلع من واحد ذول لثلاثة مو بكيفة يعني هو يعني ماكو السؤال خطأ واضح؟ Z لازم يطلع من واحد من ذول لثلاثة نجي على واحد وواحد عينكم على اليمن؟ على المعطيات أنا أريد Z عندي الـ R القانون اللي يصير بي مجهولين يفشل تمام؟ زيال أنا اللي أريد عندنا الـ R فشل أنا عندي الزاوية بس R ما عندي القانون اللي يصير بي مجهولين شنو؟ يفشل صح؟ أجعل هذا أنا أريد الزاوية عندي الزاوية والـ I إذن يطلع الزاوية منه إذن من قانون أوم اللي هو شنوه؟ V توتال على آل على آل إذن مفتاح الحل Z استخرج إذا طلبه زيال Z مين نستخرجه؟ منش كم قانون؟ الثلاثة أول واحد فيثاغورس والثاني عامل القدرة والثالث أوم نجي نختبر واحد واحد نشوف من مين؟ نستخرج Z هذا خلاص طمنا حسنا مطلعنا نحن المفتاح نرجع على اليمن على المطالب ملاحظات حافظين تنبيهات حافظين خلوكم وياي منتبهين مراقزين بعض أول مطلب من هو شريت بيعدكم أنا مو قلت لكم لازم نعصر دماغني عصروا لي دماغكم Z من يوم ملاحظة أصلا إحنا عدنا ملاحظة راجع الملاحظة أنا أجعب لكم ملاحظات الخمسة لا دقيقة دقيقة عدتش ملاحظة طلعين من عندها راجع الملاحظة قلت لك إذا طلب الار تروحين لفلان قانون لا لا ما عدنا ما عدنا ملاحظة صح؟ زيان إذا ما عدنا ملاحظة أو إذا أي شيء يفشل وين تمشي؟ المخطط ها فالار يطلع من واحد من ذون القوانين ما المخطط تمام؟ من مين يطلع؟ من واحد من القوانين المخطط قلولي من مين؟ المخطط 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 ها يعني باعوا الزت عدي والثيات عدي راح تطلع الار صح؟ مين يطلع من هنا ما عدي الـ مين يطلع من هنا ما عدي الـ صح؟ بس هنا أنا عدي الزاوية وزت مفتاح حل إذا باعوا طلع من عدي شيئا؟ الار الار ما عنده ملاحظة أنا أي شيء ما عنده ملاحظة ولا أروح لي ؟ عالمخطط أي شيء ما عنده ملاحظة أو عدي ملاحظة بس هاي ملاحظة فاشلة ما تشتغل عندي وأنا اروح فالمخطط هو المنقذ مالتكم بأي مطلب ما بي ملاحظة أو أي ملاحظة تفشل تمام؟ قلت لكم أنا أعيد قلت لكم يا أبي أنا أريد الـR أنا شا أريد الـR عدتكم ملاحظة للـR قلتوا لي لا قلت لكم اللي ما بي ملاحظة وين الروح رحنا للمخاططاني عديت لف قواني لو بعده قلتوا شوفوا يا المعلومات متوفرة مالتي تأخذوا إذن يا هو آخر واحد كوساني الفاي يساوي أنه R على اليمن على Z الزت مفتاح حل والزاوية عندي رح يطلع الـR من هنا خلاص المطلب الأول إحنا هنا لا نحل بالمسودة بس نكتب خطة الحل بس نكتب قوانين تمام هنا؟ أول ما أجيت شفت السؤال توالي شفت السؤال أول ما أجيت شفت السؤال توالي بالتوالي عدي مفتاح المفتاح من هو Z الزت أستخرجه إذا طلبه وإذا ما طلبه استخرجته قلنا لك في قوانين استخرجته أجيت للمطلب الأول لقيت يريد الـR الـR ما عندي ملاحظة إليه أي شيء ما بي ملاحظة من أجيبه من المخطط أنتوا بالكم وياه لو لا تتفتهمون إيه متقدين؟ إيه زيئ هسه يا مطلب الثاني آه يريد التردد التردد وين صاير؟ عافية التردد وين؟ بالغثيثات صح؟ التردد وين؟ من يا عائلة من عائلة الغثيثات هسه هنا شنو عندنا الـF من يا عائلة الغثيثات من الغثيثات؟ الـXL والـL مالته الـXC والـC مالته الأوميج والـF مالته زيئا أنا أريد الـF الـF لو تطلع من صور الـXL لو من صور الـXC بالمخطط اش عدي؟ إذن نروح للـXL صور الـXL يساوي أوميجا L يساوي 2 باي F L يساوي VL على I ميحتاج الـI مساوي صح؟ بس الفولتية ما مساوي موشي قلنا؟ زيئا أنا أريد الـF يا صورة بيها F هاي أوكي أأخذ هاي الصورة يساوي 2 باي F M مو أكتبها ودير وجي ومشي لا أكتبها وناقشها أي قانونين كدد؟ لازم نناقشه تمام؟ أقول له تعالي وان المجاهل ما تك؟ كل شيء معلوم بك مجاهل عموده نروح نطلع المجاهل إذا أبي مجاهل تمام؟ بقى لكم يمي؟ نعم يلا الـL عندي؟ نعم عندي الـF نعم هو المطلوب؟ نعم الـF هو المطلوب؟ نعم زيئا الـXL عندي؟ لا آه شا سوي إذا ما عندي؟ أروح أستخرج من الصور مو؟ يلا تعالوا باعوا المن للمعلومات عندي XL؟ لا لا زيئا عندي عمودة وL؟ لا عندي بس ال ما عندي عمودة إذا فاشل عندي F وL؟ لا ما عندي F وانا عندي الـF صح؟ عندي I؟ إي عندي VL؟ إي وان إي ها V total ما عندي ما عندي VL صح؟ إذن هذا هم فاشل الـB مجهول فاشل صح؟ ما يطلع عندي XL هنا أنا ما عندي عمودة ما عندي F فاشل ما عندي VL أنا عندي V total Vات ما مستوي تيارات مستوي صح؟ زيئا فهنا عندي VL؟ لا هذا هم فاشل كل شي فشل وين أروح؟ عن المخاطب تمام؟ إذا كلهم فشل وين أتوجه؟ إذن XL ما عندي أروحي تعالي منع الصور الصور كل مفاشلات أي ملاحبة تفشل وين تمشي يلا تعالوا عندي Z؟ X وطلعت R رح تطلع الـ X طلعا الـ X نجدها للطرفين صعب وين؟ زيئا عندي زاوية وطلعت الـ R رح تطلع الـ X أبعش تريدون القانونيا يهل ترتاحوا لي ثاني ثاني نختلفوا العلماء أول أول يلا Z تربيع يساوي R تربيع زايد X يستخدمون الفان يطلع لكم نفس الناتج كيفكم أي قانون تستخدمون عادي واضح؟ إذن باعوا منا أش راح نطلع الـ XL صح؟ منا أش راح نستخرج أعوضها هناش تطلع الـ F تهل حل تهل سؤال بقى بس رياضيات أرقام خمس دقائق وينتي كل شيء ها؟ عرفت الخطة؟ عرفت الخطة؟ تمام؟ تمام عرفتوها؟ باعوا هس أنا أنا شنو عدني؟ شنو عدني الـ الي هنا شنو عدي؟ عدي Z مفتاح الحل أستخرج إذا طلبه وإذا ما طلبه وياي وياي هنا 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 Z مفتاح الحل أستخرج إذا طلبه وإذا ما طلبه Z إحنا نستخرج إذا طلبه وإذا شنو؟ ما طلبه ما طلبه بعض ثاني شغلة شنوه؟ يريد الـ R الـ R ما عدي إلها قانون وين رحت؟ للمخطط يريد الـ F الـ F من الغثيثات رحت جبت قانوني من الغثيثات تمام؟ لو لا رحت ثاني شا ريت؟ الـ F الـ X-L ماكو سهلة نروح للصور مانته الصور فشلة سهلة أي شي يفشل عنده مخطط فأنا ما أطول المخطط بظاهري ما أخاف من أي سؤال افتهمني؟ يلا نبدي ببيش بالحل هذا الحل أول شغلة أول شغلة Z إذا بس تعويض ترى فياضيات حيدر عبدالأمة V total عيما على I total يساوي إنا V total 100 I total 10 هذا الصفر ويهذا شي بقى؟ 10 أوم نبدي بيام أطلب هذا الآن الأول تمام؟ هذا المطلب الأول شا ريت من الناس تخرج؟ الـ R كوسين الفي يساوي R على Z كوسين الستين يساوي إنا R جئت؟ أنا أريده Z جئت؟ طلع عشرة راح أسوي وسطين بطرفين R في واحد R يساوي عشرة في كوسين الستين عشرة في كوسين الستين ويساوي إنا عشرة في كوسين الستين كبير مع كبير شطي نص صح؟ هاذ ويهاذ خمسة إذن ويساوي خمسة أوم لأن كل الرادات تفرع أوم هذا المطلب الأول نجي للمطلب الثاني المطلب الثاني يلا وياي وياي بالكم يمي إذا عندي تفرع إذا عندي شنو؟ تفرع تفرع أبدي من جوة لفوق يلا نبدي من جوة من جوة مننا اش راح نستخرج؟ XL Z تربيع يساوي R تربيع زائد XL تربيع كيف يدعج؟ زائد تربيع تربيع كيف يدعج؟ خمسة وعشرين زائد XL تربيع كيف يدعج؟ أحول 25 يصير عدي XL تربيع يساوي 100 ناقص 25 لأنها شنو؟ موجب منها حولها ش تصير؟ إذن الـ XL تربيع تساوي 75 زيان بجذر الطرفين هذا التربيع يروح ويد جذر XL وجذر الـ 75 نحللها 75 ما طول آخر رقم 5 إذن على 5 هاي بيها 1 يبقى 2 بيها 5 على 5 بيها 3 على 3 بيها 1 ما دام جذر تربيعي من كل 2 ناخذ 1 واللي يبقى نخليه تحت الجذر إذن 5 جذر الـ 3 5 جذر الـ 3 شنو الوحدات ما نرادة أوم لأن كل الرادات تخضع إذن بدينها من جو وطلعنا الـ XL نصعد ليه فوق نطلع شنو الـ F يلا الـ XL يساوي 2 باي F L أنا اللي أريده F يساوي المضروب بالمجهول أصدقاء وين ينزلون جوه وعدوه وين يصعد فوق ويساوي XL شكيد 5 جذر 3 على 2 باي تعالوا خلنا تمشي نروح نجيب الـ L الـ L اشكيد جذر 3 على باي في عشرة والسالة جذر 3 جذر 3 على باي في عشرة والسالة بتلاف هاي باي باي تمام؟ وهذه جذر وين جذر نروح شو بقى عندنا؟ تبقى 5 على 2 5 على 2 وهذا العشرة والسالة بتلافة يصعد شو يصير؟ موجه بتلافة صح؟ ويساوي 5000 على 2 نظر نتلفي صفارة يعني 5000 على 2 نصر 5000 2500 شنو لوحدات ما التردد؟ هرتز تمام؟ تهى عندنا السؤال باعه هذا الحشي بس تمام راح تروحن بالوزارة؟ اش تستلمون؟ أسئلة تمام؟ باعه أسئلة ما الوزارة هاي بس أسئلة توجيه قفوا أسئلة ما الوزارة بس وجيه تمام؟ الوجه الثاني فارغ تمام؟ هذا الحشي ينكتب وين؟ في ظهر الأسئلة الوزارية يعني هذا باعه معلومات مطلوب إيجادة مخطط مسودة ما أريد أبو الوزارة يشوفها أبو الوزارة أريد يشوف بس هذا هذا وين نكتب؟ بالدفتر ما الأجوبة مالتكم مثلا هذا الدفتر فاضح؟ مثلا هذا الدفتر أنا عندي أسئلة وزارية وش عدي؟ دفتر الظهر ما الأسئلة الوزارية ش أكتب بي؟ هذا الحشي مخطط والمسودة وماذا شنو؟ هذا الحشي دفتر الأجوبة النموذجية اللي لازم نطيل الوزارة أكتب بي بس الحل أخاف واحد من المراقبين اللي واقفين تمام؟ يقول يابا يعني ما يصلتوا تكتبونوا مظهر الأسئلة الوزارية عادي مو مشكلة تعانجونوا يا ولا تعصبون ولا كل شي بالدفتر مالتكم أخير أخير ورقة أنتم ما توصلوا لها مو صاعلوا لا مو؟ أخير ورقة ما توصلوا لها يوالا جديات ها؟ بيت تكتبون بيها شنو؟ الأسئلة تمام؟ تكتبون بيها العفو المسودة والمخطط وهذا اللي كلهن تكتبون بيها لا لا ما توصلوا لها لا هو محاطيكم هوا يا وراق بس المشكلة وين؟ باع خلق لكم وين المشكلة؟ المشكلة بأنه أنتوا من الفرحة مغلتكم وتخلصوا المسودة خاف تعوفون الحل ما فلو واضح؟ فهاي ظهر الأسئلة وهاي بالحل انتهت المحاضرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة